ندخل على المثال اللي بعده إذا كان زا 2 سين ناقص 5 يساوي 1 حيث 2 سين ناقص 5 زاوية 1 فإن زا سين زاد 20 بكامل يبقى أنا كده عشان أجيب الزا محتاج أجيب الزاوية اللي هي مين؟ سين طيب تعال نجيب السين من زا 2 سين ناقص 5 يساوي 1 إحنا قلنا بنعمل إيه؟ بننزل الزاوية بتاعتنا زي ما هي اللي هي مين؟ 2 سين ناقص 5 يساوي وبعد كده من نسبة المثالثية اللي هي الواحد فأنا هقول إيه؟ شفت دي زا يقول إيه؟ شفت تان واحد هيطلع لي كام؟ يبقى الزاوية بتاعت بكام؟ طبعا عشان الزاوة 45 كلها يساوي كام؟ 1 يبقى دينينا هنا أحلها كمعادلة هودر 5 بشارة مخالفة يبقى 45 زائد 5 يديني كام؟ 50 هنقسم على كام؟ على الاتنين يبقى السين بكام؟ 25 كده أنا جبت السين بتاعت بكام؟ 25 طب هو عايز إيه بقى؟ هو عايز زا سين زائد 20 يعني 25 زائد 20 يبقى كام؟ 45 يبقى كده عايز إيه؟ زا 45 طبعا هقول تان 45 هيساوي كام؟ 1 فأنا هختار الإجابة كام؟ 1 1 المثال اللي بعده إذا كان جا سين زائد 5 يساوي نص حيث سين زائد 5 كياس زاوية حدة فأنا عايز زا سين زائد كام؟ 20 طيب نفس المثال أول حاجة هنزل الزاوية بتاعتي اللي هو مين؟ سين زائد 5 يبقى هنا أقول سين زائد 5 يساوي مين؟ ها؟ نص طيب النص يعني هو بقول لي جا كام بنص؟ أيوة هقول Shift ايه؟ ساين نص هيديني كام؟ 30 يبقى أنا محتاج الزاوية دي كلها تبقى بتلاتين طب كام زائد 5 يديني 30 يبقى السين أكيد بكام بخمسة ومين؟ وعشرين عشان 25 وخمسة 30 جا 30 بكام بنص يبقى احنا عملنا ايه؟ أنا عايز نسبة مثلثية عند النص عشان يجيب الزاوية أقول Shift طب دي جايب أقول Shift ساين نص إداني كام؟ 30 معناها إن الزاوية دي كلها لازم تطلع بتلاتين طب هنا سين زائد 5 يعني كام زائد 5 يديني 30 يبقى أنا كده السين عند بكام بخمسة وعشرين أروح أعوض أنا عايز زا سين زائد عشرين أنا جبت خلاص السين بكام بخمسة وعشرين خمسة وعشرين زائد عشرين بكام بخمسة واربعين يبقى أنا كده عايز زا خمسة واربعين فأنا أقول تان خمسة واربعين هيديني كام واحد يبقى أختار الإجابة كام واحد تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر